وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعمل على تنويع مصادر توفير السلع الغذائية الأساسية للدولة وذلك مع مراعاة السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر وخلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء وكل من وزراء الدفاع والتموين والداخلية ورئيس المخابرات العامة وجه الرئيس السيسي الحكومة بتسعير رغيف الخبز الحر غير المدعم للحد من ارتفاع ثمنه وقيم مباحث التموين بتأكد من تنفيذ التسعير الجديدة اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي والدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة توفير الأرصدة الاستراتيجية من كافة السلع الغبائية الأساسية خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم وقد عرض السيد وزير التموين في هذا الإطار موقف المخزون الاستراتيجي لكافة السلع الغبائية الأسية للدولة وأكدا توفرها بالكميات المناسبة للمواطنين وقد وجه السيد الرئيس بالعمل على تنويع مصادر توفير تلك السلع مع السعي نحو زيادة مخزونها لفترة مستقبلية لا تقل عن ستة أشهر كما اطلع السيد الرئيس على جهود الحكومة خلال الفترة الماضية لضبط ومراقبة الأسعار في هذا الإطار وجه السيد الرئيس بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعم ذلك تسعيره على أن تقوم وزارة التموين بتوفير الدقيق اللازم للمخابز لضبط السعر مع قيم مباحث ومفتش التموين بالتأكد من التنفيذ كما وجه السيد الرئيس بسرعة تحديد حافز التوريد الإضافي لسعر أردب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي والإعلان عنه في أقرب وقت ممكن وأضف المتحدث الرسمي أنه في إطار دعم الفئات الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم فقد وجه السيد الرئيس بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية خاصة القوات المسلحة ووزارة التموين وصندوق تحيا مصر لتوفير استلع الغذائية منخفضة الأسعار أكذلك توزيع كاراتين رمضان للمواد التموينية اشتركوا في القناة